الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوعا أحد سمع الله لمن حميد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يظل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تصلت علينا بظنوبنا من لا يقافك فينا ولا يرحمنا اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا ودعاءنا وصيامنا وصالح أعمالنا اللهم ما قصر عنه رأينا اللهم تقبل منا إنك أنت سميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم يا واحد يا قهار إنا نعوذ بك من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقلا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا قربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر شكرا